السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم طبتم وطابم امشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أسعد الله مساكم بالخير والسعادة في بداية الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوضي الله يجب علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافة يا رب وأسأل الله العظم رب العرش العظم في هذا المساء وفي هذا اليوم أن يشاف ويعاف جميع مرضى المسلمين من كل مرض من كل سقم من كل بلاء من كل أذى يا رب مثل ما دائما أعيد وأكرر أنهم ما محتاجين مننا غير أن نحن نذكرهم في دعاوينا فالله يعلم بحالهم ويخفف عنهم كل ألم وكل عوق يا رب العالمين ومساكم صدقات من الابتسامة والكلمة الطيبة وماشاء الله متواجدين بالبكيت وأجواء البكيت أهم شيء صديق المخيم صديق المخيمات البعوض الضباب عليكم باللبان والحرمن متواجدين في المخيم أجواء شتوية جميلة عاد اليوم بسوي لكم طبخة عاد بداية هالشتاء بطبخ لكم مجبوس عاد اليوم قاعدت أضبط بهارات خاصة عاد خلطاتي بروحي سويت خلطات خاصة للمجبوس سويت للمجبوس سويت بهارات حق البحري وسويت بهارات حق اللحم حق اللفح يعني قاعدت تشتغلت من الصبح سويت علب بهارات لكل شيء إن شاء الله اليوم بنسوي مجبوس مجبوس لحم بنشارك بجوانب من هذا الطبخة الجميلة وعلى الحطب أهم شيء على الحطب هين هي لفقيتم ونطبخ على الحطب كنا ما كلينا ولا شربنا فمساكم سعادة وإن شاء الله مثل ما قلنا بنشارك بفقرات من المخيم ها ركزو في المخيم أنا مش في البيت في المخيم هذا صديقي في المخيم دايما اللبان والحرمل أعقم في المكان ونفروا الذباب والبعوض والحشرات ونفس المكان راحت بال وراحت عصاب وراحت نفس مثل ما تعرفوا اللبان وما أدراكم من لبان يعني هذا صديقي دايما في المخيم اللبان والحرمل وكذلك حق الحشرات يا عرب اللي يسأل شو نسوي حق الحشرات أول شو أول شي استودعوا المكان عند الله ثاني شي عليكم عليكم أبوش عليكم أبوش أنكم تتعايشوا مع الوضع الوضع جدا طبيعي اتعايشوا مع الوضع ثالث شي أسبت أني أفيدكم أخذوا ليكم سم من أي محل للمبيدات الحشرية وحوطوا المخيم مالكم أو الأماكن اللي تقعدوا فيها ورابع شي لو تبقوا تزيدوا الخير خيرين استخدموا الآية المحروف وحددوا فيه الأماكن اللي تقعدوا فيها وخامس شي لو عندكم كيروسين نفس الشي بقع حوطوا المكان بنهار عاد خلوا ينشف عسب تبسلنا الريحة تنفر الحشرات وفيه طرق كثيرة يعني فيه أشياء كثيرة فيعني هذا شي من الأشياء اللي في بالي لكن من أتذكر اللي استأوبايب لكم حد من الشواب يعطيكم العلوم هذه خاصة حق الضباب والبعوض البعوض والذباب البعوض والذباب حق البعوض والذباب عليكم بالقهوة وداخل القهوة تسووا لا بخور تسووا فيه قهوة تحطوا القهوة على الفحم تبخروا المكان بالقهوة حق البعوض والذباب تبخروا المكان كذلك بالقهوة هذا بعطريقة يعني في الطرق كثيرة يترك الواحد يبتكر على كيفه وتتخيروا عادو اشتوه سووا الوقت جدا طبيعي ثالث شي اثبت اني افيدكم اخذوا ليكم سم من اي محل للمبيدات الحشرية وحوطوا المخيم مالكم او الاماكن اللي تقعدوا فيها ورابع شي لو تزيدوا الخير خيرين استخدموا الآية المحروف وحددوا فيه الاماكن اللي تقعدوا فيها وخامس شي لو عندكم كيروسين نفس الشي بعد حوطوا المكان بنهار عاد خلوا ينشف عسب تبسلنا الريحة تنفر الحشرات وفيه طرق كثيرة يعني فيه اشياء كثيرة فيعني هذا شي من الاشياء اللي في بالي لكن من اتذكر اللي استأوبايب لكم حد من الشواب يعطيكم العلوم هذه خاصة حق الذباب والبعوض البعوض والذباب حق البعوض والذباب عليكم بالقهوة وداخل القهوة تسوي بخور تسوي فيه قهوة تحط القهوة على الفحم تبخروا المكان بالقهوة حق البعوض والذباب تبخروا المكان كذلك بالقهوة وهذه طريقة يعني في الطرق كثيرة كل واحد يبتكر على كيفه وتتخيروا عادو اشتوه وشي ثاني بعد سهل متاح بكل مكان بكل دكان بودرة النمل السم الخاص بالنمل البودرة البيضة بيف باف بيف باف ترى في بودرة النمل هذا يبوه قبل لا تقعدوا حوط البقع اللي بتقعدوا فيها هذا بنفر عنكم النمل والحشرات والصراصير والأشياء فهذه بعض طريقة ترشوا السم النمل ما للبيف باف ما بيكلف شيء ثلاثة درهم خمسة درهم لكن خلاص تعرفوا انه شيء ما بيتعدى حدودكم أهم شيء انكم تحددوا البقع اللي انتم قاعدين فيها وسلامتكم ومثل ما قلت لكم في البداية تعايش ومع بطبيعي عادي الحشرات الزاحفة تشير وترترى الأمور طيبة وهذا السم البيف باف في البودر هذا بإمكانكم ترشوها يبتلكم بالصوت والصورة حق الصراصير والنمل يعني هذا يؤثر بحيوانات كلهم الزاحفة الحشرات الزاحفة فترشوه قبل لا تقعدوا البقعة تدور مداد وتقعدوا وانتم والخير أربعاً تعايشوا خلي الصراصير عقار بعادي استكشفوهم شرحوهم تعلمهم خذوا درس في الأحياء يعني هذه الحيوانات ترى شي جميل أن تستكشفها في ناس من تشوف صارتها يقشع أربداً فما بالكم استودعوا نفسكم عند الله وتبكلوا تعايشوا بالعكس هذا تطوير للذات تتعلموا أشياء تتعرفوا على حشرات يدي خاصة للأطفال هذا جانب تعليمي وتطويري لهم أنهم يتعلموا أنواع الحشرات والحيوانات لكن يجب أن تعلموا أن العقرب سام والغول سام لا يذهب إليه ومساكم سعادة الآن أعمل على تتكبيل اللحم أنا أراه بحاجة البهارات العدة هذه البهارات سأتنهى سريمة هذه خلطاتنا خاصة هذه خلطاتنا خاصة سأتنهى حق المجبوس هذه الخلطة سأتنهى حق المجبوس اليوم سأجربها حتى أتبع عليها البهارات المجبوس بعد ما خلصنا من موضوع السم سأجهز اللحم للمجبوس أنا أحب دايماً أتبع للحم فأخليه ثلاث أربع ساعات بحيث أنه يمتص البهارات ويعطينتها طيبة هذا اللحم عندنا هذه البهارات التي أشتغلت عليها اليوم في البيت حق كل شيء هذا سويت بهار الكاري وهذا سويت بهارات حق المجبوس فهذا أبزار حق كل شيء هذا سويت علماء الذي سويت تتبيلت اللحم المجبوس أنا أفعل طريقتي كل واحد له طريقة أنا أفعل طريقة للبر والرحلات لتكون سريعة طبعاً نبدأ بالملح بسم الله بسم الله الملح تتبيلت أنا دائماً هي اللحم يعني ما بس بصالونة بهارات هي بهارات مرة وحدة تكون باللحم بعد هذه البهارات اللي سويتها حق المجبوس أنا أفعل لكم طريقاً دائماً نضع ورقة غار بالبهارات عزبت ما يستو فيها حشرة البهارات والقمل فهذه البهارات مال المجبوس سوف تنهى هال مسمار قرفة فلفل اسود وصلتكم من الريحة شم من الريحة شم من الريحة وصلتكم من الريحة ريحة طيبة صراحة عزبت شاء الله تكون بهارات طيبة هذه عزبت خلطة أول مرة سويها دائماً نضع بالبهارات ورقة الغار ما بستو فيها القمل الاسود هذا اللي استو بالبهارات عزبها شبها مسيئة بكل مكان وسوف أتجعل بكل مخيم هذه البهارات وضع بكل مكان هذا البهارات يسوي يسوي عباس يجب ماء هذا هو الأكل اللذيذ أضع قليلا ماء وخلط بلط الآن أغطي عليها وخليها للمغرب لوقت الطبخ لحمنا جاهز للطبخ ونخليه للمغرب نقول بسم الله بعد هذا قدر اللي أطبخ فيه من كم سنة ومعمر لليوم لا قال أقبل أبق بعد هذا لحمنا وحطينا العيش بالماء والخضرة طماط بصل وليفل كزبرة صلصل بعد البهارات خلاص احنا تتبلنا اللحم فالبهارات منها وفيه وحطبنا بعد الآن نقول بسم الله ونبدأ صح هذه البهارات صحيحة طبعا هذا نخلطها خلط بلط نمشي الليمون الياب سعد هذا بنحطي أول شي بالزيت عقوب بقط البصل طبعا هذا الطبخة تنفع للرحلات سريعة وما تاخذ وقت صح نسينا الماء 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 نقول بسم الله هل حبا بشب النار نقول بسم الله يا ربي فوحة الريحة فوحة الريحة نحن نسي نضيف الطماط نضيف الصلق ربما اضيف الطماط نضيف الطماط نضي اللحم اعسى وصلتكم الريحة يا رب. نعطي شوية خمس دقائي كده ينزل الماء مالا. نضيف الماء. الله تبارك الرحمن. نضيف الماء ينضل لحم. نضيفين جمال النار. اللهم اجرنا من نار جهنم يا رب العالمين. عزينا النار. لو ينضل لحم بسرعة. نضيف الماء. نضيف الماء ينضل لحم. هذه عادات وتقاليد. هذه عادات وتقاليد. لن تطلع حلوة لن ندقها مرتين. نضيف الماء ينضل لحم. وصلتكم الريحة. الريحة. بسم الله ما شاء الله. وهمشي القدر لو ما صار اسود الاكلة ما هلوترة. لازم يسود على سبيل الأكل تقوس طبعا وما عليكم السواد هذا بروح بشوية رمل ونحفكوا انت والخير أربعة بعد ما نضع اللحم الحين نحفك العيش ونخليه على نار نغطى عليه ونخليه لما ينشف الماء وينضل ونبكرة نام وبالعافية علينا وعليكم نقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الخمس دقائق ان شاء الله بكم ساعة يا سلام يا سلام وصلتكم الريحة يا عرب خمس دقائق وزهب أكلنا وزهب أكلنا يا سلام يا سلام يا سلام